موضوع حلقتنا يا شاب النهاردة مهم جدا لك بنسبة 100% مية في المية. اوكي? اول حاجة لازم نعرف حركة فتح الحد. تعريفين موضوع لها? حركة فتح الحد هي حركة رياضية تؤثر على عضلات الفخزين وعلى عضلات السمانة وعلى الاوتار المرتبطة والمحيطة بالازام. وطبعا ده كله جدا مفيد هتفيدك في تمدد الإطالة وفي تقوية الركب. اوكي? طيب موضوع نهاردة لازم نعرف ايه هو الالم الطبيعي اثناء التمارين على فتح الحد او تمارين الاطالة. وايه هو الالم الداري. يعني ايه هو الالم الطبيعي ايه هو الالم الداري. والفرق بين التمزق في الاربطة والفرق بين الشد العضلي. وازاي نعالج التمزق وازاي نعالج الشد العضلي. سواء عن طريق افعال افعال يدوية او عن طريق ادوية او عن طريق تمارين. لازم ناخد ده كله ونستفيد منه. ما كيش عن نزلي خلص. اكي? لازم نعرف. اول حاجة لو انت بتتمرن على فتح الحوض. يوميا. طبعا زي ما قلنا. انت محتاج تتمرن يوميا عشان تحافظ على مستوى الطلب تكون مفتوح ده. طيب. في ناس للأسف تستخدم ممكن التمرين غلط. اكي? او بتستخدم التمرين بشكل متزايد فيه. اكي? عايزين نعرف. ايه هو القلم الطبيعي? القلم الطبيعي هو القلم الذي تشعر به في اوطار قدميك. اوكي? اثناء التدريب الصحيح على فتح الحوض. ده الالم الطبيعي. اوكي? ايبقى تاني. الالم الطبيعي يالفتح الحض او في التمرين على الاطالة هو الالم الذي تشعر به اثناء اثناء التدريب الصحيح يعني استخدام التدريبات بشكل صح. اثناء فتح الحض. اما هي يبقى هو الالم الذار اللي ده ممكن بقية سبب لك شد او تمزق. اوكي? القلم الدار هو القلم اللازم. بتشعر به. بعد الانتهاء. يعني هو القلم انت تشعر به بعد اما خلصت بعد الانتهاء. من التدريب على تدريبات الاطالة. او تدريبات فتح الحض. اه بعد مضي مدة مدة عشر دقايق او خمستاشر دقايق تقديم. يعني لو انت اتمر انت فتحه كتير قوي. وبعدين فضلت حوالي خمساشر دقيقة او عشر دقايق تقريبا. اوكي? ولسه بتشعر بواجع. بس الواجع ده لازم يكون من شديد. ما يكونش واجع دعيف. لو واجع دعيف عادي. يبقى انت كده ممكن لامة صبت. بشد. لامة صبت بتمزق. فاحنا في كده الحالتين سواء عندنا الشد او تمزق لازم نعرف ايه الفرق بينهم. ولازم كبان ازاي نعالجهم. اوكي? والناس اللي مش عارفة الفرق بين الحوض والاطالة. ياريتنا راجع عالفيديو ده. فوق الرابط. الفرق بين الحوض والاطالة. اوكي? باسم ده رحمة ده رحمة رحمة. نيجي بقى الموضوع المزق والشد العضل. بصوا يا شباب. اللي بيتمزق اللي بيجي له مزق فات الخض لازم برضو يكون عارف ايه المزق. المزق عبارة عن قلم شديد. اوكي? سواء تحسه هنا. او هنا او هنا. يعني في الاوطار المحيطة بالقزام كلها. اوكي? او العضلات عند الفخزين او السمانة. اوكي? الفخز يا ربي التمزق بيكون عبارة عن ايه? عن واجع شديد. بيكون نتيجة استخدامك للتمارين بشكل خطأ. اوكي? يعني ساي مسلا واحد مسلا بيتمرن تمرين زي ده. وبيضغف مسلا وبيضغف كده. ركب مسلا مرفوع كده. ننفعش. لازم تكون مسلا ركبك دي كلها ركبتك دي كلها ممدودة كده. واعرف اضغط في حد ما انتم مسلا يستخدم التمرين بشكل غلط زي كده. تمام? ده غلط. اوكي? او مسلا حد عامل تمرين الفراشة لسه مبترق ودوس جامد من اول مرة. لا لازم ابدأ ايه? بالتدريج. او حد يروح اه طالع اه ده عليك حاجة. يعني سواء التمرين انت مش بتركز فيها انك بتستخدمها بشكل صح. فممكن يحصل لك ايه تمزق. او انت بتتمرن زيادة عن اللازم. كتير قوي. ارهقت الاوطار بتاع او ارهقت يا رب الاوطار بتاعتك. فبنقول حصله اه تمزق. اوكي? يبقى التمزق زي ما قلنا نتيجة التدريبات الخطأ او التدريبات المتزايدة مما يؤدي الى ارهاق الاوطار اه والعضلات في الفخزين وعند السقين وعضلات السلمانة. تمام? ده التمزق. اما بقى الشد العضري هو من الاسم. الشد بيكون عبارة ان اه نفسي برضو النظام اثناء برضو التدريب. هي يعني يحصل لك برضو اثناء برضو تدريب الخطأ. اه الشد العضل طبعا ده ممكن يحصل في اي وقت غير التمزق. التمزق اه زي ما قلنا التمزق ده ما بيحصل لما انت انت مسلا بتلعب رقلات من غير ما تسخم مسلا. انا مسلا باجي من امر اه امريكا اه هيدروح موجوع جامد لانك انت مسخنتش الوطر بتاعك وانت بتعمل الحركة. برضو نضيف تاني لضمن التمزق انك تتمرن على الحركات بدون تسخين. ده برضو هيسبب لك تمزق. قلم شديد. اوكي? وممكن طبعا يلتهب. طيب الشد العضل بقى. ده ممكن يحصل لك فاي وقت. سواء انت بتتمرن سباحة بتقوم. ممكن تكون ماشي كده عادي. ممكن تكون بتجري اه رجلك التاني. الانكل اللي بتاعك التاني وانت بتطلع بكرة اي حاجة جالك شد عضل. شد العضل بقى بيكون عبارة عن ايه يا شباب. بيكون عبارة عن ان الوطر بتاعك فاكرة كده تلي وقف. وقف. وقف زي بصوا كده السبانة. مسلا. وقفت كده وقفت كشدت طلع كده البر كلها. شدت جامد. تمام? فهو بيكون معظمه. نتيجة اه التمارين الخطأ. التمارين الخطأ. او مسلا اثناء الالتواء انت انت التويت. فاللي بيحصل تقريبا لحد علمي ان الوطر بيجي في مكان غير المكان. مكان بيتحق مكان غير المكان. فعشان كده تليه مشدود مشدود جامد. حسن ان هو عمل زي العظمية كده. مشدود جامد قوي. اثناء التمارين برضو الخطأ. او اثناء برضو التدليب المتزايد زيادة عن اللازم قوي. اوكي? اه اه اثناء استخدام زي ما قلنا التمارين الخطأ. وممكن احصل لك في اي وقت او انت بتلعب كورة. لو انا التويت اي حاجة. طيب. نيجي بقى لحكاية اه علاج. سواء التمزق سواء الشد. الشد بيكون امره صحب شواء. يعني الشد. اللي بياخد وقت اكتر. اللي بياخد وقت ممكن شواء في العلاج بتقول التمزق. لان التمزق عبارة عن قلم. لكن الشد بيكون في ساعتها. الشد اول علاجي عندك هتبدأ بالتدليق. هنعمل حاجتين. حاجة اسمها استرخاء وتدليق. ما منفعش ان الوطر بتاعك يكون مشدود وانت متعصب جاية متضايق وبتعيط او صحيح لا. لازم تكريلك. سيب نفسك خوص. سيب نفسك. لان ما تسيب نفسك تسترخي. اوكي? الوطر ايه? هيبدأ يسترخي معي. تمام? هبدأ استخدم بصابعي التدليق. لازم التدليق. ده دي حاجة مؤقتة يا شباب. انا واحد جانا شد مفاجئ. لازم ان ادلك احاول بصه ادار الادلك احرك 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 العدل. انا حصيتلي كده في مرة. السمانة دي كلها جات في مكان تاني والله. جات في مكان تاني. لو انا مش قادر ادلك. ادناش ادلك. لو انا مش قادر ادلك يعني لو في زمالك معك تحاول تنام خارس كده. وخلي زمالك الاتنين تمام? ويا رجلك ممدودة كده. الاتنين. يدلكولك جامد. او لو انت مع نفسك زي ما قلت تدلك في المنطقة تدلك بقوة. تدلك في المنطقة اللي فيها ايه? اللي فيها الشد. حلو? يعني نبدأ بالتدريق. بطيء ثم ايه? سواء هنا سواء هنا. اهم حاجة تحرك لان الوتر بتاعك تحرك بمكان غير مكان. اوكي? تحرك جامد وتسيب رجلك. تسيب رجلك خالص وتحرك جامد. تمام? اما عندنا بقى في عندنا مرهمين. طيب نجي بابا من ناحية طبية عندنا مرهمين مشهورين جدا جدا في علاج الحالات دي. مرهم اسمه مرهم موف. اوكي? موف مساج. مرهم اسمه ربانيل جيل. هم اللي تنبوا في دين جدا بس اكيد فيه اختلاف بسيط مبين. مرهم موف هو مستحضر موضعي متعدد الوظائف يعالج الام المفاصل والالتهابات. والام المفاصل والالتهابات العضلات والام الزهر. اوكي? اما مرهم ربانيل جيل هو مسكن للالام ومضاد للالتهابات والتورم. تمام? دول اكتر. مرهم احنا بنستخدمهم. الفرق بين الاتنين هو مرهم موف. مرهم يا ربي مرهم موف مش مضادر التورم. يعني انت بس من دولاتي لو انت في حصل شد. حصل شد عضري او حاجة. وبدأت تحس اللي فيه تورم. هيحصل يبقى لازم تستخدم مرهم رباريل جيل. هتدهن عادي جدا. اكي? تدهن المنطقة اللي في هوا. اما لو انت ما حاسس ان ما فيش اه تورم ولا ايه حاجة فيفضل ان كنت تستخدم مرهم ايه? رباري اه يا ربي موف. مرهم موفت ليه كده بيعمل السخنية ومفيد جدا. ما تربطش رباط ضغط ولا اي حاجة على المرهم. اكي? طيب لو هتروح البيت بقى تبدأ تعمل ايه? هتبدأ تعمل تلات حاجات. اول حاجة استخدم التدليق بالمية السخنة. اكي? اسخن المية وهدلق وادلك تمام? وادلك عادي جدا. المية السخنة برضو ايه? بتعمل نشاط كده للوتر. بعد التسخين اكي? اه حط ايه? المرهم. خط المرهم. اه? بعد اما تحط المرهم استخدام بروة الضغط. ممكن تستخدمه? ممكن لا. يعني ازا تستخدمه بس يكون ايه بقى? براحة خالص. يعني مجبوب براحة جامد جامد. ويفضل يفضل لك ما تستخدمش بروة الضغط. هو زي ما قلت لك التدليق والمرهم. مو لو هتستخدم بروة الضغط بروة. ماشي. اه يبقى نفس اه يبقى حتى شابت عرفنا الفرق بين الشد العضل والفرق بين التمزق. اه نفس النظام هم هم يعني علاجهم بس اه مختلف شوية. التمزق بقى زي ما قلنا هو الوجع. وجع بياغد وقت شوية. بس التمزق وضع مختلف. التمزق بقى موظم. قال غلابية علاجه بيكون عبارة عن تمارين. مجموعة تمارين. فانا مجموعة التمارين ديات اهم الرابط ده. عامل لكم مجموعة التمارين بتعالج التمزق. التمزق في فتح الخط. نشوف الفيديو ونرجع عليه. تمام الناس اللي عندها تمزق. احنا كده عرفنا اه الالم الطبيعي. وايه? الالم الدار. اوكي? طبعا. نيجي بقى لحكاية الالم الطبيعي والالم الدار طبعا. وعرفنا الفرق بين التمزق والشدر. ايه بقى يا شابت? حكاية اه لو انا حسيت بوجع. هل الناس اللي بطمانة اول يوم. لو حسيت بوجع. هلت مرة انتاني يوم? زي ما قلنا. زي ما قلنا. لو انت حسيت الوجع بدقى حسيت يعني في الوجع بقى الدار. لو انت بقى عدى عشق خمسشار دقيقة. ولسه الوجع موجود. جي التاني يوم برضو لسه الوجع موجود? حل. لو انت مبتدق اكيد ممكن تبدل تحس بالوجع. احنا قلنا الوجع يعني عشان تعرف انه وجع دار لازم يكون الوجع شديد اوي مبلغ فيه. لكن حتى لو عدى خمسشار دي او الوجع خفيس فده برضو وجع طبيعي لانا كنت لسه مبتدق. تمام? يفضل مسلا لو انت هتريح اه لازم تريح برضو الوطار بتاعك. ممكن مسلا ايه? اتمرن يومين? ويوم يعني او يوم لا اتمرن يومين يوم لا او ممكن تعمل ايه? تتمرن يوم على فاتح الحض واليوم التالي تتمرن بس تتمرن براحة مش قوي. يومك مرن يومك براحة. او يوم على فاتح الحض ويوم على الاطالات. والمش فاهم الحب والفرق بين الحض والاطالة. فجع برق الفرق بين الحض والاطالة. اتمنى يكون الفيديو استفدتم منه. ده اللي انا نفسي اصبركم. اه عرفنا الفرق بين كل حاجة القلم الطبيعي والقلم الدار والتمزق والشد العدلي وازاي عالج وازاي استخدم اهم مرهامين موف وربريل. ربنا وفاكم واي حد عندما تمزق او شد الف 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 سلام عليه. محقق علي مع انك انت الغلطة بس حقق علي وما تستسلمش ابدا. ثقة بربنا. ثقة بالنفس. اسرار ارادة عزيمة. ما استسلمش لاي زرف احاول كتير كتير. هيكون حلمك محقق ومنال. وان شاء الله ترتاح الباني.